فيه علوم محرمة يعني فيه علوم محرمة على العالم وفيه علوم محرمة على الدولة العربية ضمن العلوم المحرمة تماما على الدولة العربية لكان يجب ان احنا من زمين نعمل لها منظومات نعمل تقنيات مضادة لان التقنيات المضادة موجودة يعني انا مثلا مش موضوعنا بس هاسكر لحضرتك حاجة انا ليه مثلا شخص شخص ده تربطني بيه صلة قرابة كان قاعد في ألمانيا واكتشف فعلا تقنية مضادة بعد تفكير قنبلة نوية ازاي تعمل اعادة للأكشن اللي حصل بتاع التفجير الزري ودي كانت تصبت انا مش هايزة اقول لك شخص ده تعرض لاغتيالات وتعرض لكذا وتعرض لغسيل مخ وتم تهريبه عن طريق المخبرات ده اللي حصل وده اللي حصل من قبل كده في عمليات الاغتيال لكل اللي بيدخل في العلوم النووية والكذا زي الدكتور يحيى المشهد وانا مش عارفة ليه مصر لغاية دلوقتي يعني عشان نملك ارادة ناس لا يعني اسرائيلي طرف تصعيد لهم ان الموساد هو اللي قتل يحيى المشهد بعد سنين بعد 20 سنة طب مصر سكت ليه كنا مفروض نرفع عضية فرنسا والغتيل اللي فيه القصد بس من الكلام ده ان لما نمنع وحكمنا يحنعوا ايوة واللي بيحكموا هذا البلد خلال السنين الطويلة اللي فاتت دي ويخنعوا طب خلاص احنا في حكم الديد مش بس الخنوع ومش بس مصر هو المنطقة العربية كلها يا استاذ ابرغيم احنا دول الخليج مثلا دول الخليج عندها الرسمي بس فوق 3 تريليون دولار استثمارات في امريكا بس اوكي انت انا هقولك بقى على حاجة يعني معلش انا بداخلك منظور منظور بس هما متربطين هو مش موضوعنا الاساسي هقولك على اللعبة الجميلة قوي هما عملين يسحابوا البترول بتاع الخليج ويدهم سندات دولارية في البنوك الامريكية هما القطرة الجاية هعملوا على خراب امريكا وعلى فكرة امريكا من سنة 75 وده تبعهم وهذا وتكلم فيها كاسينجر بتطبع دولارات من غير رصيد دهب طب تخيل حضراتك دلوقتي لما هتيجي امريكا هتخرب هما يخربوا امريكا والدولار هيقع بالكامل يعني انت خلاص مع السلام دي حقيقية على فكرة وهي لها ديتلس كتير ممكن اي حد يعني ممكن نفتح فيها حاجات كتير طب انا اضيف لك الحالة على دي احنا الازمة الاقتصادية الاولانية في اول عهد اوباما اتنين تريليون دولار اتخذوا من الدول اللي بتاع البترول ايوه عشان خدوهم كده ايوه ايوه احنا عايزين 50 لينيه يعني احنا بندور على 200 لينيه فكة ايوه كل الحكاية ده غير بقى الاموال الثورية الليبية اللي كان العقيد معمر شيلها عشان كانت بصدد ان هو يصق عملة دهب وده كان من احد اسباب قتله اوكي ده كان من اهم اسباب قتله اصلا نوها كان شايل اصل مليارات والمليارات دي كانت محتفظة بها طبقة معينة على سبيل السرية لان هو كان بصدد ان هو يصق عملة دهب والموضوع ده كان يهم مشكلة كبيرة اولا ان هو كان عايز بعد كده طبعا هو بصرف النظر ان هو اسلوبه كان عامل ازاي ولا كذا ولا كذا لكن هو كان له برضو بعض حاجات الناس مش عارفها والحاجات دي كانت إيجابية ناس مش عارفة أن السبب قتل الرئيسي هو أنه هو كان هيعمم العملة دي في أفريقيا يعني سبنا من حكايتنا هو كان نرجع لموضعنا لحسنتنا نحن أحسن واحدة تطلع في مئة حالة بره لعلى اللي تكلمين على 21 بقرة ده الفكرة منه إيه والإشاعة منه إيه وعشان نخش على الطاقة وعشان نخش على الحرب الفضاء قلنا طبعا للناس من الأول أنه إحنا كل الفترة اللي جاية مغتمدة تماما على الخدعة عشان كده إحنا لازم نفتح المواضيع دي وبرجوا من الناس أنه هم يعني فيه ناس كده عندهم أنه هم إيه إحنا عندنا طبع في مصر كده لو أي حدي يلاقي حاجة غريبة إيه الأفلام دي أو مناقشات صفصتائية أو الكلام ده عشان كده بقول للناس أنا عارفة المواضيع هتبقى غريبة بس سبكوا من موضوع الرفض لأنه ما عادش فيه وقت إن إحنا إيه نجدل ما عادش فيه وقت للرفض إحنا كل حالة حضرتك هتقوليها لازم يكون عندنا مستند يعني مش قاعدنا حضرتك بتقلفي خلاص بقلفش وفي علماء ألف الفترة هنتكلم بقى على طول ما نرنعش تاني بس مهما خدنا من وقت حلقات أوكي أنا عشان مثلا أثبت لناس حاجة محتاجة عرض لهم مثلا ميت فيديو على الأقل أنا عندي ميت الفيديو دول أنا على الفكرة ما عرفت لما حضرتك طلب تمينينا ننصل اللينكيت وكده أنا عايزة أعمل حاجة بحيث أن يبقى فيه بوست كامل ينزل فيه اللينكس كولاد هنعمل ده وحنعمل حلقة كل إن شاء الله